كما أجرى موفدو تلفزيون المصري لقاء آخر في إطار متابعة أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين لقاء مع رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السيد صلاح جمع أرحم بحضورة من هنا من المنام عاصمة النكة البحرين وأنعفاد التبع العربية الثالثة والثلاثين وانطلاق الجنسة على نحو الزعماء ورؤساء والكلمات المتوانية ونتوقف أمام كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح أسيسي في هذه الجلسة وما حملته من الرئيساء الهام بالغاية تتعلق بمستقبل المنطقة ومن مستقبل عملية السلام ومن مستقبل الملف الفلسطية الإسرائيلي أرحم هنا بضيفي الأستاذ زي صلاح ومع نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أنا محردك أفاد هناك مئات أكد عليها الرئيس عبدالفتاح أسيسي هي في صميم السياسة المصرية في التعامل مع الملف الفلسطيني والتعامل مع التطورات الحاصلة في القطاع الساد دعنا في هذه ذات طبعا كلمة السيد الرئيس تناولت الموقف النصري من القضية الفلسطينية وموقف مصري موقف سابت وراسخ وظاهر جميعا يعني منذ بداية الأزمة مصر دعت إلى عفد مؤتمر دولي للسلام في القاهرة واستضافت قمة القاهرة للسلام لتنبيه العالم بأن إسرائيل تقوم بتصفية للقضية الفلسطينية وأعلنت مصر منذ اللحظة الأولى بأن موضوع تهدير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر لأن استشعرت مصر بأن الهجمة الشرسة من إسرائيل على قطاع غزة هدفها تصفية للقضية الفلسطينية وبالتالي هنا كان تحزير مصر ومصر بعد ذلك مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية أفزت موقف بلا التهجير وفعلا الإدارة الأمريكية ضغطت على إسرائيل لجعلها أن تسمع بالتهجير القصري إلى سيناء ولكن إسرائيل مستبر في هذا النفطة وتحاول الضغط على الفلسطينيين عن طريق إغلاق معبر رفع والتجويع لإجبار هؤلاء على التهجير القصري ولكن أيضا هذه الجهود المصرية تقف لها بالمرصاد لا للتهجير القصري ولا للتهجير الطوع في كلمة السيد الرئيس تناول أيضا موضوع الجهود التي قامت بها مصر من أجل احتواء الموقف وكنا نستضيف هنا في القاهرة مبعسات من أجل وقت في إطلاق النار ولكن إسرائيل وبالتحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو هو الذي أوقف هذه الجهود بالدخول إلى رفع واحتلال معبر رفع من الجانب الفلسطيني وهذا الاحتلال جعل المساعدات التي تدخل من مصر إلى فتاعة غزة شبه مستحيلة لأنه بيحتل المعبر وتسعين في المئة من المساعدات التي تدخل من مصر بتدخل عن طريق معبر رفع وبالتالي هذا الاحتلال يعتبر عقبة في الطريق الرئيس أيضا تعدس عن قان لا يجب على أن يستمر دعاة الحرب دعاة الحرب هؤلاء الذين يدعون إلى الحرب ويدكون المنطقة لا يجب أن يستمروا في هذه السياسات يعني السيدر يتحدث عن السياسات التي تنضر عن الانطقة إلى بؤرة عاملتها لأن الصراع لا تأتي على الأخضر والمابس في المنطقة وأيضا لا يجب أن نطلب مسير المنطقة ومستطبلها إلى دعاة الحرب إلى أي مادة فندن هذا التحذير الشديد الناجل من السيد الرئيس كيف تبرعه وديفترس أبعا مصر بتعلم بأن الحلول الأمنية فشل الحلول العسكرية فشلت وستفشل ولنا تجارب عديدة ولنا يعني في العالم من حولنا رؤية الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من باكستان من مناطق عديدة جدا لأن استخدام الحلول العسكرية لا يمكن ولا تجدي مع الشعوب الشعب الفلسطيني يريد التحرّب يريد دولة مستقلة يريد أن العتاق من الاعتلال لا يمكن أن تطوع الشعب الفلسطيني بالأرض 75 سنة من الأرض ضد الشعب الفلسطيني ومع غزة في 7 أكتوبر ليس بمعزل عما كان يحدث في السابق لأن الناس تقول بأن هذا انفجار نتيجة انسداد الأفق السياسي والشعب الفلسطيني سيظل يقاوم حتى لو أنك انت خضيت على جيل من أجيال الشعب الفلسطيني سيخرج جيل أيضا يقاوم الاحتلال لأن وجود الاحتلال هو سبب المقاومة وبالتالي هنا كانت رؤية مصر يجب وقف الحرب يفن هدنة طويلة العمل على مؤتمر للسلام أن يكون هناك حل للدولتين أن يكون هناك أفق سياسي مصر بترفض الحلول المرحلية والحلول البسئية وترفض أي أطراعات إسرائيلية متعنفة بغزة تؤكد على أن الغزة والضفة وعدة واعدة يجب أن تكون حكومة فلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية سيطر على فتح غزة والضفة الغربية وكل الفصائل الفلسطينية تندوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية هذا هو الموقف المصري من ما بعد حرب على غزة سيد رئيس تحدث عن الموقف الدولي وسنوتي وعجزي أمام التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد القطفاء وضد العبدال ضد المواطنين يأناك في قطاع غزة هناك أيضا محراق في الشارع الأوروبي وجمهات الأمريكية والجمهات في أوروبا إلى أي مدى يمكن أن يفعل هذا أداد ضغط على الدول الأوروبية وعلى حطمتها وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتحرك بتوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية على المواطنين الأزل فعلا يعني هذا الحرب أصبحت حرب كاشفة كشفت عجز المجتمع الدولي فعلا يعني صدر الفرار من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات عن طريق وتم تعيين الأمين العام عين مساعد له وهي مساعدة للأمين العام من قبل تنفيذ هذا الفرار لم يلفز حتى الآن صدر الفرار بوقف اطلاق النار في آخر رمضان من مجلس الأم الدولي ولم ينفس حتى الآن ولا توجد آليات لتنفيذ هذا القرار نظام دولي فيه خلل وبالتالي أنا بعتقد بأن العالم كله سيتم إعادة النظر في تركيبة هذا المجتمع الدولي والنظام الدولي وطريقة التصويت وطريقة السيطرة الأمريكية على القرار لأن حتى الآن الولايات المتحدة هي المتحكم الوقيد في وقف هذه الحرب يعني هي الوعيدة التي تعترق يعني من يعني كل القرارات التي صدرت في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية هي بكجهضة سيتغير التحرك الأمريكي أو التعامل الأمريكي مع ملف الفوستين بالأفصف الحاصلة في التطاع غزة إذا ما تغيرت أن در الحالة الأمريكية أنا بقولك يعني دلوقتي الموقفл الموقف الأمريكي من غرف الحرب هو موقف متعلق متعلق بعدها خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية مش خاصة بالجانب من فلسطين أول عادة يعني الانتفاضة التي حدثت للشباب في الجامعات الأمريكية والانتفاضة دي في جامعات الصفوة في الولايات المتحدة الأمريكية وهم أبناء الطبقة حاكمة في هذه الجامعات وهؤلاء بعد سنوات 5 سنوات 10 سنوات سيكونهم الحكام الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية تم تغيير هذا الفكر وبالتالي هناك خطورة شديدة جدا على مستقبل إسرائيل ومستقبل العلافات الأمريكية الإسرائيلية إذا تولى هؤلاء وبالتالي الولايات المتحدة تريد وقت لإطلاق النار حتى تخمد هذه الانتفاضات الجزئية الثانية بالنسبة لأمريكا بتقول أن الرئيس الأمريكي دلوقتي والأزم الآكم والاستطلاعات الرئيس بتقول أنه سيهزم في الانتخابات إذا استمرت هذه الأرض في ظن المعارضة الشديدة في ظن هذه المظاهرات وبالتالي هو يريد وقف المظاهرات وقف هذه الأرض حتى يتم الشباب لأنه نجح المرة بأصوات الشباب وهو يريد جذبها الشباب هو يريد إطلاق عملية سلام وتطبيع شامل مع إسرائيل لأنه هو بيستشعر بأن هذه الحكومة المتطرفة تدمر دولة إسرائيل على المستوى البعيد فهو يريد أن ينقذ إسرائيل ولكن هؤلاء المتطرفين المهم محتمين لهذه الحكومة والأسف الشديد نيتنياهو الذي أغلبية حتى الآن ولم تسقط الحكومة لأنه مع أغلبية الأسف الشديد هذا النهج سيدمر إسرائيل ببتستشعر الولايات المتحدة الأمريكية وبتنصعه كثيرا نصعه بعدم الدخول إلى غزة نصعه بعدم جر إيراد نصعه بعدم دخول رفع ولكن بيدخل إلى هذه المناطق وهذا يعرض إسرائيل نفسها إلى الخطب وبالتالي وجدت نظر أمريكا عملية سلام تطبيع مع الدول العربية مقابل دولة فلسطينية ومعترف بها في الأمم المتحدة حتى دي هو ورافل نيتنياهو هذا الافتراح الذي يجب أن يكون شكرا جزيزي وشكرا كل أستاذ سنلحظه مع نائب رئيس تحييل وثلاثة من باشاكو أعوزة شرفتنا يا ذنتي شوفوا من تشكل شوفوا يعني مستمرين مع حضراتكم وزي ما توقعنا كلمات التي تتحية للقمة العربية الثلاثة وكالثيرا على مستوى القادة وزعنا ورسال عرف قضى عليها الجانب الفلسطيني والتطورات الحاصلة في قطاع درسة عودة من جديد إلى الزموناء العajo على القادة شكرا جزيزي شكرا